الثاني من حلقتنا هو موضوع الأم البديلة حضرتك أستاذ عماد بلشت في الحلقة الماضية قلت لك أنه خليلنا ياها بدنا نحكي عنها لحالة فكرة الأم البديلة كمان كيف نشأت وكيف عم تشتغل عليها؟ الفكرة هي نشأت من منطلق الحناء والعطف هالي الأم الحقيقية بتأمنه الأطفال يعني سابقاً مو عم نحكي عن مستوى سوريا حتى عن مستوى العالم يعني كانت جمعيات موجودة وكان الطفل عم يأخذ الرعاية اليومية العادية بس الشيء اللي يلاحظوه أنه الفراغ اللي الداخل للطفل من خلال عدم وجود شخص يهتم فيه ويرعاه ويوسق فيه ويعطيه الاهتمام الكامل مثل الأم العادية طبعاً نحن كلمة مثل الأم العادية لأنه لا يمكن مهما سنة يعني أنه نوصل للمرحلة الأم اللي حيث تؤمن بدورها لأنه قد بيكون بعض الأمهات ما عم يقدوا دورهم متما نحنا متصور عم نحكي عن الأم الحقيقية المثالية فالأم اللي هي عم تعيشها حالياً ببعض الجمعيات ومتخصصة برعاية الأسرية طبعاً لازم يكون للمواصفات معينة وبالتالي الفكرة نشأت أنه كيف نكمل حياة الطفل أما ناله كل شيء ولكن ناقصه هو الحنان فالحنان يبدأ مغير أمرأة الرجل يحكم حياته وتعبه وخروجه خارج البيت سابقاً أو هلأ أكثر لاحقاً فما عم يكون هو الدور اللي بيعطي الحنان بقدر ما عم يعطي الموضوع الحزم قد يكون مثلاً أحياناً السيطرة أو أحياناً التأمين المادي فالطفل عم يعرف رمز أبوه بس هاللي بيسرر له هاللي بيكون قريب له دائماً هو الأم فبالتالي إدخال الأم ضمن نطاق عمل الجمعيات كعمل تربوي أسري طبعاً انطرح سابقاً بجمعيات أخرى ولكن نحن عززنا أكثر خلال وجودنا بجمعيات قوز مزاح حضرتك قلت أن الأم اللي بيتم اختيارها لازم يكون لها مواصفات معينة شو هي هي المواصفات؟ بالنسبة لنا طبعاً نحن في عنا شروط الشروط اللي هو أول شيء الأم تكون يعني